تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري قرية نخطاي التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية وأوضح مدبولي أن الجولة تستهدف مواصلة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمعادلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى وتوابعها مؤكدا استمرار العمل بهذا المشروع القومي الضخم الذي يستهدف أنهضة بمستوى وجودة حياة المواطن المصرية ونحو 60 مليون مواطن في الريف المصرية وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء الأعمال الجارية في مركز الشباب بقرية نخطاي ومدرسة نخطاي للتعليم الأساسي بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية ومشروعات مياه الشرب وصرف صحي وتبطين الطرع وغيرها من المشروعات اشتركوا في القرى